ظاهرة انتشرت في شوارع العراق عموما وديالا على وجه الخصوص وهي رفع صور شخصيات ورموز إيرانية في محاولة لتطبيع النفوذ الإيراني وتواجده في المنطقة وتأطير الصراع الطائفي فيها هذا الصراع والانجرار والاحتدام الطائفي أدى إلى أن يتشبث البعض من بعض الجهات المحسوبة على طوائف وعلى مذاهب معينة تنجر إلى رفع صور وهذه الصور ليس هناك منبرر لها أنا أعتقد أن هذه ظاهرة هي لا تليق بشعبنا وإن كان فضاء الحرية يسمح فلحرية أيضا شروط ومحددات أنا أعتقد أن هذه الشروط يجب أن تقنن على مستوى الدولة ويجب أن يكون هناك تدخل من جانب الدولة لوضع حد هذه الصور وأثارت استياء الكثير من الشباب والمثقفين في ديالا لما تتمتع به هذه المحافظة من خصوصية محاذاتها لإيران وطريق إمداد للميليشيات الشعية التي تسعى إيران لجعلها محافظة ملحقة بنفوذها هذا يعني وجود المد والنفوذ الإيراني داخل الإيراني بشكل واسع وحسب تصريحات على ألسنة أحد القادة الكبار في الحكومة الإيرانية بأن الإيراني تحت سيطرة ونفوذ الثورة الإيرانية وليكون محافظة ديالا قريبة من هذه الحجود نلاحظ تنفذ القوى الإيرانية ما بين عمل استخباراتها ومخابراتها والحرش الثوري وغيرها في ديالا وبدعمهم للأسلحة لكثير من الميليشيات وغيرها لتكوين أرضية خصبة للنفوذ وتدخل في المحافظة محللون بيّنوا أن هناك مراجع عراقيون هم موضع تقدير واحترام ويستحقون أن توضع صورهم بدلا من هذه الشخصيات عدين هذا التصرف يندرج تحت انتهاك سيادة العراق والعراقيين الصور التي لا تخص العراقيين الصور التي من ملاحظتها أو مشاهدتها من قبل الإعلاميين ومن قبل آخرين خارج حدود الوطن يشار إلى أنه تمس سيادة العراق برجعيتنا أنها كبيرة وعظيمة وتقدر وتجل أن توضع صورها في شوارعنا ومؤسساتنا يبدو أن الأخطبوط الإيراني لم يتوانى عن استخدام أذرعه جميعا في كل المناطق العراقية من تدخل عسكري وحرب عصابات ومستشارين ودعم للميليشيات وكذلك الحملة الإعلامية لتطبيع نفوذ ما يعرف بولاية الفقيه لأورينت نيوز علي عبد الرحمن ديالة موسيقى